البرمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس البلاد للمرة الثانية عشر بعد جلسة حامية شهدت انقساما حادا بين فريقي المرشحين جهاد أسعور وسليمان فرنجية لا رئيس إذن للبنان ما يمهد لانزلاق البلاد أكثر نحو الأزمة وسط مخاوف من توترات طائفية تقود إلى الفوضى في هذه الأجواء تنشط مساعد خارجية للحل مع تلويح بعقوبات وضغر للتوصل إلى انتخاب رئيس هل فشل الفريقين في لبنان في صال الرئيس وهل سيمهد لحل وسط ورئيس بالتراضي ومن أبرز المرشحين من خارج هذه الاستفافات وأبعد من ذلك كيف سينعكس مشهد الفشل البرلماني المتكرر على مسار الأزمة في لبنان لنقاش ينضم إلينا من بيروت الكاتب والباحث السياسي نضال السبع ومن بيروت أيضا ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي جورج العقوري أهلا بكم أبدأ معك سيد نضال يعني يفشل البرلمان للمرة الثانية عشر في انتخاب رئيس جديد هل كنت أصلا تتوقع مشهدا غير ذلك؟ بداية مساء الخير لك وللمشاهدين ولضيفك العزيز لا أنا بصراحة بالأمس كنت على أحد المحطات الإماراتية حتى وتوقعت أن هذه الجلسة لن تنتج رئيسا وأن جهاد أزعور عمليا هو مرشح أنبوبي كما تحدث الرئيس نبيه بري عن المرشح السابق وبالتالي لا أمل ولا يمكن أن يصل إلى الرئاسة لماذا؟ لأن الكتلة التي تدعم الوزير سليمان الفرنجي هي كتلة متماسكة متضامنة وهي تقف بصلابة خلف هذا الترشيح في حين أن خصوم الوزير سليمان الفرنجي عمليا هم غير متفقين بالسياسة وهم عمليا ألتقوا حول أمرا واحدا وهو إسقاط ترشيح الوزير سليمان الفرنجي وهم كانوا يتوقعون عمليا أن الوزير جهاد أزعور ربما يأخذ 65 أو 70 سوطان طبعا هذا الأمر لم يحدث وعمليا الوزير جهاد أزعور حصل على 59 سوطان والوزير السليمان الفرنجي حصل على 51 سوطان أنا باعتقاضي الشخصي أنه ربما فيه يعني نذهب إلى جلسات متتالية أو ربما تكون يعني هذه الجلسة هي الضربة القاضية لترشيح الوزير جهاد أزعور وبالتالي يخرج بشكل كامل من الصباق في حين أن حضور الوزير سليمان الفرنجي منذ سبعة أشهر مستمر طبعا هو يعني خاض معركة بوجه المرشح السابق الذي أيضا ذهب 11 مرة إلى المرشح هذا يمثل يعني هذه الجلسة ضربة قاضية لجهاد أزعور يعني حصل على أصوات أكثر من المرشح الآخر فرنجية لا هو عمليا اليوم يعني لما ما رشح عن الكلام عن لسان الوزير وليد جملاط أمنا عمليا يعني جهاد أزعور استعجل في هذا الترشيح وهو لم ينصق بشكل كامل مع الثنائي ولم يتبحث مع الرئيس بري ولم يعقد اجتماعات الكافية مع حزب الله وبالتالي اعتبر الوزير وليد جملاط أن عمليا ترشيح الوزير جهاد أزعور انتهى أيضا في المرحلة الماضية هو اعتبر نفس الأمر بعد 11 جلسة متتالية في المجلس النيابي الانتخاب مشال معوض تحدث أيضا الوزير وليد جملاط أن عمليا يعني بحده الأعلى مشال معوض حصل على 42 سوطا وبحده الأدنى حصل على 36 سوطا وأن التقدم الاشتراكي ذهب مع خصوم الفرنجية إلى أبعد مدى وبالتالي لم يصلوا إلى أي نتيجة لأن عمليا الفئة الداعمة للوزير سليمان الفرنجية لديها 42 سوطا وهي نسبة كافية لتعطيل أي جلسة من الممكن أن تشكل خرقا وتوصل مرشح الخصوم الفرنجية سيد العقوري لكن كثير من الأصوات اللبنانية ترى أن الإجماع الكتلة السياسية الوازنة على دعم ترشيح أزعور يعني في مواجهة فرنجية خلط الكثير من الأوراق السياسية ولا يمكن اعتبار الأمر يعني ما حدث في هذه الجلسة وعدم اختيار الرئيس ضربة قاضية بإمكان أزعور أن يعود للمشهد في جلسة تالية طبط أوقاتك وتحية لك والمشاهدين والزميل العزيز حكما لنكم وضعيين الأمر ليس بضربة قاضية إنما الأمر عرّ مرة أخرى السنائي من تعنوته وأظهر كيف أنه يطلط خلف مواقف جامدة ويصر على مرشحه ورغم أن حزوز فرنجية واضحة المعالم وهي تندسر مرة بعد مرة لنكم واضحين كان هناك دعم دولي عبر الإدارة الفرنسية الفرنجية لقد رأينا التغيرات في الإدارة الفرنسية وكيف انتقل الملف إلى وزير الخارجية السابق جون لوي لودريون هذا من جهة ثانية إن التعنط حزب الله وعن جهيته أصبحت واضحة للجميع وهذا المساء سمعنا موقف الوزير بسيل وكذلك موقف للنائب سامي الجميل تقطع عند هذه النقطة أن منطق الفرد لن يمر بكل عسف كأن البلاد في ألف خير وكأن لا مشاكل فيها هناك طرف يريد فرد مرشحه على الآخرين خارج كل أصول واللياقات الدبلوماسية والديمقراطية تحديدا المطلوب أن نتحمل مسؤولياتنا المطلوب أن يكون هناك عملية متواصلة في جلسات الاقتراع المطلوب أهم من كل ذلك أن كنا ضرينينا فعلا على لبنان أن نتقدم فشخة إلى الأمام ما قامت به المعارضة أنها نجحت بالتواصل إلى تقاطع مع التيار وطنية الحر وتقديم جهاد أزعور ولم تتصلب عند موقفها بما يتعلق بترشيح النائب ميشيل معواض لأنها تبحث عن حصوص إيصال مرشح يمكنه أن يحرر بالحد العدنى لبنان من هذا الجمود القائم ومن هذه العنجهية ما رأيك سيد نضال كان مسؤولون في حزب الله قد اتهموا من يقفون وراء تأخير الترشيح الفرنجية بإطالة أمد الأزمة وخدمة الغرب كيف تنظر لهذا الاتهام في الوقت الذي ترى الأطراف الأخرى في الداخل اللبناني أن حزب الله وهذا الترشيح هو من يطيل أمد الأزمة يعني من الظلم الحديث أن الوزير السليمان الفرنجية هو مرشح حزب الله ومرشح السناء الشيعي أولا في عام 2004 الذي حمل الترشيح الوزير السليمان الفرنجية هو الرئيس رفيق الحريري رحمة الله عليه وفي تلك الفترة يعني اعترض على هذا الأمر الرئيس سوري بشار الأسد لأن الرئيس سوري بشار الأسد أصر في ذلك الوقت على التمديد للعماد إميل الحود أيضا في عام 2016 لكن في هذا صدد سيد نضال يعني زعيم تيار المستقبل سعد الحريري عندما تمنى ترشيح فرنجية البعض اعتبره صدمة للحلفاء وأيضا الخصوم ليس الرئيس سعد الحريري فقط بل أن السفير السعودي بنفسه علي عواض العسيري زهر بنشعي وبارك هذا الترشيح لأن هناك علاقة تاريخية تجمع آل فرنجية مع آل سعود وبالتالي أيضا يعني بعام 2016 أيضا لم يكن حزب الله هو الذي يقف كان حزب الله يقف بالمرصاد لترشيح الوزير السليمان فرنجي وكان يدعم الرئيس ميشيل عون في تلك الفترة عمليا يعني اليوم القوى التي تدعم التي تناصب الخصومة للوزير السليمان فرنجي تتهم أن الوزير السليمان فرنجي يعني مدعوم من الثناء الشاعي ومن حزب الله طيب كيف تفسر القوات اللبنانية موقفها في عام 2016 وهي تقاطعت أيضا على ترشيح ميشيل عون من خلال اتفاق مع راب والذي كان يحظى بدعم مباشر من قبل حزب الله أيضا اليوم أنا باعتقادي الشخصي أنه الجلسة اليوم هي جلسة مفصلية ومهمة جدا على طريق مسيرة سليمان فرنجي نحو قصر بعبدة أولا كشف القوى التغييرية التي كانت تطرح شعارات في الشارع الهيلا هيلا هو وأنها ضد المنظومة فذهبت هذه القوى التغييرية واخترعت لي جهاد أزعور المتهم بالإبراء المستحيل وهو صرقة 11 مليار دولار أيضا يعني الوزير جبران بيسيل الذي يعني بكل خطابه السياسي منذ 2006 ولحده 2010 وال2012 وهو يتحدث عن الإبراء المستحيل ويتحدث أن عمليا الحريرية السياسية سطط على 11 مليار دولار من خلال الوزير جهاد أزعور الذي كان وزيرا للمالية وجدنا أن الوزير جبران بيسيل ذهب الآن واتفق مع القوات اللبنانية على ترشيح الوزير جهاد أزعور أيضا القوات اللبنانية التي ركبت الشارع ونزلت إلى الساحات والثورة وحملت مطالب الناس وكانت تتحدث عن المنظومة وجدنا أن القوات اللبنانية عمليا مرشحة أصبح هي ذهبت إلى مرشح الوزير جبران بيسيل وبالتالي أيضا هي ذهبت إلى مرشح المنظومة ولم يعد يعنيها موضوع 11 مليار دولار والتطقيق المالي والتطقيق الجنائي بكل الأحوال كل خصوم سليمان فرنجي كانوا يتحدثون أن عمليا الرجل لديه كتلة من أربعة نواب وهؤلاء النواب عمليا يعني لا يوجد له حيثية مسيحية ولكن نتائج الانتخابات اليوم بعد حصول وزير سليمان فرنجي على 51 صوتا طبعا هم يتهمون الوزير سليمان فرنجي أنه لا يوجد أحد يدعم الوزير سليمان فرنجي إلا الثناء الشيعي سيد العاخوري عفوا بس هالنقطة عفوا بس هالنقطة يا ريك فضل كل الحصة الشيعية داخل البرلمان اللبناني هي 27 نائبا أضف لهم أربعة نواب من المردى مسيحيين هي 31 نائبا من أين حصل الوزير سليمان فرنجي على 20 نائبا أنا أؤكد لك أن هناك 15 نائب مسيحي انتخب الوزير سليمان فرنجي منهم؟ هذا يعني أن الوزير سليمان فرنجي لديه حيثية داخل المجتمع المسيحي من هي هذه الأصوات المسيحية التي تدعم؟ من كتلة الوزير جبران بيسيل ومن عند الطاشناء يعني في عندك أربعة محسوبين على كتلة المردى وفي عندك حوالي 6-7 نواب محسوبين أيضا على التيار الوطني الحار وفي عندك نائب في الجنوب محسوب على كتلة أمال وعندك أيضا ثلاثة للطاشناء يعني نحن إذا منعدهم في هناك حالة اعتراضية داخل التيار الوطني الحار لأن الوزير جبران بيسيل الذي أشبع التيار بشعارات ملاهضة الحريرية السياسية ومهاجمة الإبراء والتحدث والتغني بموضوع الإبراء المستحيل ذهب في نهاية المطاف ليقول للنواب الذين خاضوا معه هذه المعركة اذهبوا في نهاية المطاف لانتخاب جهاد أزعور مع العلم أنه عمليا أيضا الوزير جبران بيسيل لديك مداخلة سيد العقوري يود أن يتداخل معك لديك تعليق سيد العقوري أترك لك الكلمة أيضا تفضل في الحقيقة أن هذه السردية صراحة تضل المشاهدين لأنه لا يمكن أن نستند إلى قراءة فرنجية ترشحة في العام 2004 لنقول أنه لم يكن مع حزب الله اليوم أن الوزير سمان فرنجية هو يتباهى بأنه مرشح الخط وهو كان في المرة الماضية أعلن أنه ينسحب إذا كان هذا لمصلحة الخط وهو كان مرشح ولم يجرؤ على زهاب إلى جلسة لأنه كان ينتظر ضوءا أخضرا من حزب الله كما أننا شهدنا اليوم نواب فرنجية ينسحبون أول من انسحب من الجلسة أحد نواب فهل يعقل أن يكون مرشح وينسحب نوابه من الجلسة؟ يعني الجميع يدرك أن سليمان فرنجية هو مرشح الثنائي الشيعي ومرشح الخط هذا أولا ثانيا النائب محمد راعد في الأمس أعلنها جهارا أن فرنجية هو مرشح المقاومة لذا لا يجب أن نتلطى في حوادث تاريخية ونعود بها ونضعها خارج سياقها الزمني والمكاني ثم يجب علينا أن نكون واقعيين المشهدية هي كالتالي هناك فريق يصر على مرشحه منذ العام 2005 في أول انتخابات رئاسية حصلت على الدم بعد غزوة بيروت والسبحات والسبحتها في سبع عيار من قبل حزب الله ومجموعات مصلحة تدور بفلكه فذهبنا إلى الدوحة المرة الماضية كان هناك تعطيل مبربج من قبل حزب الله إلى أن وصلنا إلى ميشيل عون وحين يتحدث عن خيار القوات البنانية قالها جهاراً المرة الماضية الدكتور جعجع أنه اختار بين من هو صيني ومن هو طيواني بما يتعلق بولائه ووفائه لسوريا ولخط الممانعة وحكماً فرنجي هو الصيني هو الأكثر ولاءاً وأكثر تعلقاً بهذا الخط فلا نبسط الأمور اليوم المواجهة واضحة جداً طيب لكن سؤال سيد العقوري مشروع عوصرنا إلى الانهيار نعم هل فشل الفريقين في لبنان في إيصال الرئيس سيمهد لحل وسط ورئيس بالتراضي أم إلى الانزلاق لوضع أسوأ حتى هذه اللحظة نحن أمام المشهدية التالية هناك فريق المعارضة الذي كان لديه مرشح 24 إراض سيادياً إصلاحياً هو ميشيل معوض ولكن لم يستطع أن يؤمن له الأصوات الكافية لذا عمد إلى التقاطع مع الطيارة وطني الحر على مرشح آخر وهذه خطوة إلى الأمام من أجل البحث عن مساحات مشتركة لأن البلاد لا تحتمل في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية وكل هذا الانهيار وجهنم التي يعيشها اللبنانيون في المقابل هناك فريق يقوم بشكل أساسي على حزب الله وأمل ومن يدور بفلكه يتعنت ويصر على مرشح لا حظوظة له بالوصول إلى رئاسة جمهورية يجب أن نكون واضحين هناك أكثرية مسيحية هناك مناخ عام لا يعيد سلامين فرنجية تحدث عن سلامين فرنجية لكن سيد نظال قال أن التيار الوطني الحر لم يلتزم عفوا بدعم أزعور وهناك عدد من الأعضاء يعني دعم المرشح فرنجية هذا الأمر يعود إلى التيار أن يحدد من التزم لديها ومن لم يلتزم لأن مسألة التاشناك كانت مسألة معروفة وليست المرة الأولى التي لا يلتزم بها التاشناك كان هناك إدخابات الرئيس برري كان هناك تسميات الحكومية وكان متوقعا أن لا يلتزم حزب التاشناك لأن ارتباطاته الأساسية تعود منذ التسعينيات إلى محور المانعة إلى حزب الله فهذا أمر غير مستغرب إنما ما أريد توضيحه النائب فرنجية الوزير السابق سميان فرنجية حجمه أكان نيابيا هو حجم عمليا لم ينجح تيار المرضى إلى بإيصال نائب واحد إن كان بالانتشار الحزبي لا يوجد مراكز أو انتشار لحزب المرضى خارج منطقة صغارتها هل نتوقع حلا وسط التراضي سيد العاقوري لم تجب على السؤال قبل أن تقل أستاذ نظار مرة أخرى عدم النجاح في التوصل إلى الرئيس خلال الجلسة الماضية هل يمهد لحل وسط بالتراضي أم لانزلاق إلى الأسوأ باختصار شديد ماذا تقول باختصار أنا عجبتك المعارضة بادرت إلى مساحة وسطية وتقدمت تخلت عن مرشحها في حين حزب الله متعنت إننا لن نصل إلى أي مرشح تسووي طالما أن الحزب لم يقتنع حتى هذه اللحظة أن لا حضوظ سليمان فرنجية بالوصول إلى كرسب عبدا لا حضوظ لسليمان فرنجية لماذا التعنت سيد نضال هذا التعنت يذهب المشهد اللبناني إلى مآلات أسوأ لا هناك حظوظ وهناك حظوظ قوية أنا باعتقادي أولا يعني يحاول خصوم سليمان فرنجية إشاعد دائما أن سليمان فرنجية أو الفوضى أنا أقول لا سليمان فرنجية يأتي في ظل التوافق الإقليمي والدولي نحن أمام شخصية مارونية 24 قراءة لا أحد يستطيع أن يزد هم يرون أن اختيار سليمان فرنجية يمثل بداية أو استمرار لمشهد الفوضى لا لا يمثل استمرارا للفوضى نحن أولا علينا أن لا ندخل بالأسماء ولكن أن نتحدث عن المواصفات وهذا ما يهرب منه ما يهرب منه خصوم مسليمان فرنجية الرئيس نبي بر واضح هو حينما يتحدث عن طلبه من الخصوم الفرنجية تعالوا إلى نتحاور حول مواصفات الرئيس نحن ماذا نريد في لبنان وما هي القضايا العالقة التي نحن بحاجة إلى معالجتها أولا نريد رئيسا يعني قادر على ترسيم الحدود البحرية والبرية مع سوريا طبعا هذا يفرض يعني انتخاب رئيس على علاقة جيدة مع الرئيس بشار الأسد نريد أيضا حل موضوع اللاجئين هذا أيضا يفرض وصول رئيس متفاهم مع الرئيس السوري بشار الأسد نريد أيضا التفاهم حول الاستراتيجية الدفاعية أي سلاح حزب الله وحيسية حزب الله داخل البلد هذا أيضا يفرض انتخاب رئيس على علاقة مع حزب الله وعلى تفاهم يعني قادر على الحديث ولا يثير هواجز حزب الله نريد رئيسا قادر على التفاهم مع دول الخليج العلاقة بين الوزير سليمان فرنجي والجانب السعودي تطورت في المرحلة الأخيرة في آخر سبعة أشهر بشكل كبير وأصبح هناك لقاءات مباشرة واتصالات دائمة ومستمرة في النهاية سيد نضال حتى نستفيد من وقت اللقاء لم يتبقى المزيد من الوقت يعني هذه الاستفافات في النهاية الحادة لا تنتج حلول يعني نقول دائما أن لابد لهذه القوة أن ترجع خطوة للوراء لإيجاد حل كيف يمكن البدء بإيجاد حل بعيدا عن التمسك بمواقف أبدأ معك سيد نضال في دقيقة ماذا تقول يعني خصوم سليمان فرنجي عليهم أن يتخلوا عن فكرة أن يعني الوزير سليمان فرنجي لا يحظى بحيثية مسيحية انتخابات اليوم أظهرت أنه يتمتع بحيثية مسيحية كبيرة عليهم أن ينزلوا من الشجرة عليهم أن يتخلوا عن هذا الخطاب الطائفي يعني الرئيس المسيحي يجب أن يحظى بطوافق داخل الشارع المسيحي مع أن الدستور اللبناني لا يتحدث عن هذا الأمر هم بهذه الطريقة عمليا اليوم السنائي أظهر أنه عمليا لا يحوز على أكثر من ثلاثين نائبا داخل البرلمان في حين أن الحصة المسيحية هي أربا وستين نائبا وبالتالي هم يلغون حضور أربا وستين نائبا مسيحيا أيضا ويلغون حضور أربا وستين نائبا مسلم وبالتالي عمليا رئيس الجمهورية صحيح أن هويته هي هوية مسيحية لكن هو بحاجة إلى طوافق وطني كما هي الحالة بالنسبة إلى رئاسة الحكومة نحن في زمن الرئيس سعد الحريري شاهدنا أن الوزير جبران بيسيل قام بفرط حسان دياب وضحت وجد نظرك سيد نضال لم يتبقى لدي المزيد وكل السنة رضوا بهذا الأمر احتراما للدستور والتوافق اللبناني دعنا نسمع رأيي السيد العقوري سيد نضال لم يتبقى لدي المزيد من الوقت تفضل عقوري نعم بجملة واحدة يجب أن لا نقول أن هناك فقط ثلاثين صوت للسناء يجب أن لا ننسى أن هناك نواب سنة يدرون بفلك حزب الله أعطوا فرنجية لا ندخل بطبيعة حالة معركة وطنية سيادية والمعركة بين مشروعين بين مشروع استعادة الدولة من قبل هيمان في الدولة وبينها مشروع الاستمرار في هذا النهج الذي أوصلنا إلى خلافات مع الدول العربية الشقيقة ومع الخليج العربي وجعل ابنان معزولا عن محيطه بكل أثف لا يمكن أن نستمر في هذا النهج ويمكن أن نضل العالم يجب أن ندرك علاقة الوزير الفرنجي بالدول الخليجية شهدناها فلنقل بالملموس كيف تترجم لم نجد أي خطوة جدية بما يتعلق بما يحكى ويروج له بشكل خاطئ نبيه بري قال سيد العقوري أن انتخاب الرئيس لن يتحقق إلا بالتوافق ودعا إلى حوار بدون شروط هذا يكرر من كثير من السياسيين واقعية أصلا هذا الحل في دقيقة الأولى معك والسفير الإيراني دعا إلى الحوار نحن نقول أي حوار يجب أن يكون ضمن الأصول الديمقراطية داخل مجلس النواب على نقطة واحدة هي إصار رئيس ولكن الحوار يجب أن لا يكون بفرض مرشح على الآخرين كيف تدعو إلى حوار وأنت تعطي المجلس النواب كيف تدعو إلى حوار وأنت تتمسك بمرشح منذ اليوم الأول ولا تريد أن تبادر إلى مساحات مشتركة هذا أمر غير منطقي يقول نعم محمد رعد ترشحون أزعور لأنكم تردون أسقاط مرشحنا حكما هذه اللعبة الديمقراطية اللعبة الديمقراطية تقتضي أن يكون هناك تنافس من المرشحين سيد نيطال في 30 ثانية هل يتجه لبنان إلى انزلاق أكثر نحو الأزمة أو الأسوأ 30 ثانية فقط إذا سمحت لم يتبقى المزيد من الوقت لا لا أنا أختلف تماما مع هذه الوجهة والنظار أنا بأعتقادي أنه يعني نحن هون مناسبة حتى نحي الجيش وقائد الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية برغم من الوضع الاقتصادي السيء هذه الأجهزة الأمنية ما زالت متماسكة الوزير سليمان فرنجي يأتي في ظل التوافق الإقليمي والدولي نحن أمام مشهد يبدو أن خصوم سليمان فرنجي لم يتعودوا عليه الجانب السعودي ذهب إلى الاتفاق مع الجانب الإيراني أيضا هناك مصالحة سنية شيعية في المنطقة الرياض تصالحت مع دمشق أبو ضبي تصالحت مع دمشق على قوى المعارضة أن تقرأ هذه المتغيرات بشكل جيد شكرا لك وأن عمليا ينعكس هذا التوافق الإقليمي على الساحة اللبنانية نضال سبع كنت معنا من بيروت الكاتب والبحث السياسي ومن بيروت أيضا كان معنا الكاتب والبحث السياسي جورج العقولي شكرا جزيلا لكما وشاركتنا هذا الحوار في غرفة الأخبار